السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أغلب الفيديوهات التي تشرح طريقة زراعة الأفوكادو في المنزل نجدهم يأخذون نواة الأفوكا من التمرة ويضعونها في الماء أو مباشرة في التربة بعدها تنمو البذرة لتعطينا شتلة صغيرة هذا طبعا جميل لكن الأجمل والأهم لا يشرحونه أقصد هنا نوع البذرة أو النواة التي تنجح أو الأنسب كي نزرعها كهوات وكزراعة منزلية وهذه الجزئية التي لا يوضحها أصحاب القنوات الزراعية هي التي تتسبب في فشل الزراعة ونجد بعض المتابعين يضعون مثل هذه التعالي زرعتها بالطريقة الأولى في الماء لم تنجح زرعتها بالطريقة الثانية في التربة لم تنجح إذن على بركة الله نبدأ في الشرح هذا الصنف من الأفوكادو ويسمى الهاص وهو أشهر أنواع الأفوكادو نتعرف عليه بسهولة من خلال ملمسي الخشي حبة الهاص وزنها تقريبا ما بين 200 حتى 300 جرام هذا الصنف تكون البذرة صغيرة كما تشاهدون أول نصيحة اشتري من السوق تمار كبيرة الحجم ولا تزرع النواة الصغيرة وبالأخص هذا الصنف المسمى الهاص نعم ينجح لكنه يأخذ وقت أطول من باقي الأصناف كي يخرج الجذور هذا أيضا الهاص لكن الثمرة كأكبر نحتاج أيضا لكأسماء نقي خالي من القلور ونحتاج لأعواد مثل هاتي الهاص وحتى إن لم تكن لديك خبرة ودراية يمكن أن تتعرف عليه بسهولة من خلال ملمسي الخشين وطبعا هو أجود الأصناف لكن كزراعة منزلية يتأخر في التجدير لذلك أنصحكم باختيار سنفان يتميزان بسرعة التجدير وهما الفويرتي والزيتانو مهلا بكل بساطة هذا هو الفويرتي يكون على شكل إجراصة ومن خلال الصورة ومقارنة مع باقي الأصناف فتمييزه جد سهل أولا من خلال شكله القريب بالإجراص وتانيا لأنه أملس هذا بكل بساطة أيضا بذرة تكون كبيرة قبل التعرف على الصنف الثاني أي الزيتانو لنتحدث عن نقطة أخرى مهمة في زراعة البذرة وهي معرفة الجزء المدبب أي الرأس حيث ستنمو البراعم والجزء السفلي من البذرة حيث ستخرج الجدور بعد تحديد الرأس والذيل نتبت الأعواد بهذه الطريقة في البذرة وسنرى بعد قليل الزراعة مباشرة في التربة وهي أيضا طريقة جيدة نضع البذرة في الماء بحيث يلامس الجزء السفلي الماء بينما يبقى النصف العلوي للبذرة في الهواء الكوب أصدقائي يفضل أن يكون شفاف لاحظتم أنني لم أزل القشرة كاملة بل نزعت فقط الجزء السفلي الملامس للماء يمكنك إزالة القشرة كاملة لتسهيل عملية التجدير بعد أسبوع سيبدأ الإنبات أما البرعم فيتأخر قليلا تقريبا أسبوعا وحتى أكثر المكان به إضاءة قوية ساطعة قريبا من النافذة بالنسبة للماء الماء مفلتر نقي خالي من أي إضافة كيميائية أغيره كل أربعة أيام حتى لا يتعفن وبالتالي نتجنب أي تكون يعني لسواء الفطريات أو غيرها الفرق بين الزراعة في التربة والزراعة في الماء حسب تجربتنا المتواضعة وهي أن الماء أي الزراعة في الماء البذرة تنمو بسرعة أكثر مقارنة بالزراعة في التربة والفرق من خلال الصورة جد جد واضح هنا بعد شهران من الزراعة نمو الجدور جيد نمو الأوراق والمجموع الخضري أكثر من جيد هي الآن تحتاج للنقل لتربة غنية بالمادة العضوية أصدقائي بالنسبة للصنف الثاني من الأفوكادو والذي ينجح أيضا بسهولة يسمى الزيتانو لنتعرف عليها وعلى طريقة تمييزها ونكمل الحلقة هذا هو الصنف الزيتانو للإشارة فأنا اخترت لكم الزيتانو والفورتي لأنهم الأصناف الأكثر انتشارا في بلادنا العربية مع الهات وبالتالي فلن تجدوا مشكلة في الحصول عليهما الزيتانو دائرية الشكل من الأسفل كما تشاهدون هنا حجمها يكون أكبر من الفورتي والهاص وقشرتها خضراء ذاكنة وملساء أتمنى أن يكون الشرح واضح هذا أصدقائي من أجل مساعدتكم على إنجاح زراعة البذرة وكما لاحظتم زرعنا بذرتنا في التربة نغرس فقط نصف البذرة ونترك النصف العلوي ظاهرا التربة أكيد غنية بالمادة العضوية الآن سأبدأ في تعريضها للشمس المباشرة الخفيفة وحتى لا نؤدي الشتلة نحرس على ريها بشكل خفيف فقط حتى لا نقع في أي مشكلة تجنب الري الزائد أو الإهمال لفترة طويلة وعلامات الجفاف هي تحول أطراف وحواف الورقة للون البني بعدها يحدث التساقط أما الإفراط في الري فيؤدي لتجاعد الأوراق وذول الصاق وتصبح لينة أضف سماد مرة كل ثلاثة أشهر لأنها في بداية نموها وبالضبط في السنة الأولى لا تحتاج لكثرة الأسمدة ستجد joides لا تحتاجlem اضف سرق رائع أيضا وط وصان حيos مدلون